لديكم عددان هنا في العدد الأعلى هناك واحد، اثنان، ثلاث عشرات وواحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة في منزلة الأحاد ثلاث عشرات وخمس أحاد أو خمس وثلاثون في العدد الثاني يوجد عشرتان واحد، اثنان، وواحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، أحد عشرتان وسبع أحد أو سبعاً وعشرون عليكم أن تجدوا ناتجة جمع خمسة وثلاثون زائد سبعة وعشرون أو بطريقة أخرى عليكم أن تجمعوا هذه المربعات كلها معاً ابدأوا بمنزلة الأحاد خمس أحاد زائد سبع أحاد يساوي اثنى عشر هذه واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، احدى عشر، اثنى عشر في منزلة الآحاد هناك مشكلة، لا يمكنكم أن تكتبوا العدد اثنى عشر كاملاً هنا يجب أن يكون هناك عدد من منزلة واحدة فقط هنا ما يمكنكم فعله هو أن تأخذوا عشر من هذه الآحاد تضعوها في مجموعة واحدة وتضيفوها لمنزلة العشرات أي عليكم أن تأخذوا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشر مربعات وتضعوها معاً في عامود واحد كهذا وتضيفو هذا العامود إلى منزلة العشرات ما فعلتموه هو أنكم أخذتم هذه العشرة مربعات وأعدتم تجميعها على شكل مجموعة واحدة فيها عشرة وأضفتموها إلى منزلة العشرات أحياناً تسمى هذه العملية بالحمل عندما تفعلون ذلك يبقى لديكم اثنان في منزلة الآحد هذه اثنان وعشرة واحدة إضافية في منزلة العشرات هذا واحد هنا تسمى هذه العملية بالحمل لأنكم تضعون الآحد في الناتج وتحملون العشرات فوق منزلة العشرات إذن كمراجعة سريعة كان لديكم خمسة زائد سبعة والناتج هو اثنى عشر لا يمكنكم كتابة اثنى عشر في منزلة الآحد أخذتم عشرة من هذه الاثنى عشر ووضعتموها في مجموعة واحدة وأضفتموها إلى منزلة العشرات الآن اجمع العشرات عشرة زائد ثلاث عشرات زائد عشرتان يساوي ست عشرات هذه واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ست عشرات 35 زائد سبعة وعشرون يساوي اثنان وستون 35 زائد سبعة وعشرون يساوي ست عشرات واثنان في الآحد أو اثنان وستون ترجمة نانسي قنقر